السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه معاكم ايه بلايه الفرقة ستة ان شاء الله في الفيديو النهاردة هراجع معاكم على الجزء الاخير من الكونجنكتايبايتس وكمان الالرجي كونجنكتايبايتس ومعاها الكونجنكتايبا الديجنريشنز والدراي اوي بشكل سريع جدا اول حاجة تراكومة قلنا ان هي عبارة عن ايه عبارة عن كرونيك انفكشن لترات استراكشورز ومهمين هما الكونجنكتايبا والكورنيا واللاكريمال سيستم بتسببها جرسوه ما اسمها الكلاميديا تراكوماتيس تلاتة صاينز ومهمين هما الفوليكلز والبابيلي والإيه والباناس بتهيل بإيه بتعملي الايبيديميولجي قلنا ان هي هي اندمك في مصر بنسبة 80% و400 مليون و400 مليون شخص وورلد وايد طمت اصابتهم او تشخصهم بالايه بتراكوم مودوف انفكشن قلنا واللي بتكاريت باي ايه زي ما انتو شايفين كده قدامكم الصفات اللي جمع الكلاميديا بتتميز بيها الصفات اللي خلت العلماء البكتريولوجي يقولوا ان هي بكتريا ان هي كبيرة في الحجم اكتر من 200 مايكرون لقوا ليها سلبول وبتالي سنستر للانتيبيوديكس لقوا جواها انترا سيتو بلازميك انكلوجان باديز وكمان ما بتعملشي زي البكتريا بالضبط طيب ايه الصفات اللي بتاخدها من الفيروس ان هي بتديفيوس رو الممبرين وان هي بتكالتشر في جوه الايه العشان كده علماء الفيرولوجي قالوا ده هي ايتيبيكال فيروس هي مش فيروس حقيقي ولكنها ايتيبيكال فيروس وعلماء البكتريولوجي قالوا لا دي جرام نجت في بكتريا عشان الاسباب اللي احنا ايه عرضناها بالنسبة للبثولوجي قلنا ان التراكوما ابسيليوتروبيك يعني بتحب الابسيليا بتدخل جوه وتمالتبلاي وبعد كده تكون لي ايه انترا سيتو بلازميك انكلوجان بودز تكتفي بكده لقا ده بتسكريت التوكسنز بتاعتها لصاب ابسيليا وتعمل لي والله لو كان لوكاليز هيبقى فورم اف فوليكلز لو كان دفيوز هيبقى فورم اف ايه اف بابلي هيهيلد باي فايبروزز يعمل لي سكارنج او ممكن يعمل هايلاين دي جينريشن اللي بتبقى موجودة بين ايه بين الكريبت بين الكريبتس اللي موجودة بين البابلي تمام زي ما شفنا في الصور الصورة الاولانية كده هي الكلاميديا دخلت بجوه بعد كده عملت وبعد كده في الصورة التانية كده كونتلي بعد كده ابتدت تنشر السامة بتاعها او التوكسنز بتاعتها للصاب ابسيليا ايه تشوز اا لو عملتلي انفلاميشن والله لو كان اا ده هيبقى في صورة فوليكلز لو كان دفيوز هيبقى في صورة بابلي زي الصورة التانية دي اا لما بتهيل بفايبروزز زي الخط الابيض اللي قدامنا ده ممكن يحصل هايلاين دي جينريشن للكريبتس اللي ايه اا اللي هو الكريبتس اللي موجودة عندي اللي هي متلاوينة باللون الاصفار دي اا حصل فيها هايلاين دي جينريشن اا اا للسيكريشن الموجودة هنا اا وعشان تعملتلي بتعمل لي بقى ايه بوستراكمتس ايه البيتي ديز اللي هي بوستراكمتس ايه دي جينريشن واللما بيتحجروا ويحصلوا كالسيفيكيشن يعمل لي البيتي سيز اللي هي البوستراكمتس ايه كونكريشن اللي هنشوفها بعد شوية السيمتونز قلنا بنجمعها في كلهم بحرفة دي اا الديسشارج بيبقى سكانتي بيحصل بيبقى فيه بيبقى عامل فيه بيبقى فيه فوتوفوبيا وايه ودفكت في الايه في الفيجن قلنا ده نتيجة اللي حصل نتيجة للبابلي اللي بتبقى متقيلة الليد او الساينز بقى في عندي وفي عندي وقلنا ان كل واحدة ممكن تحصل لوحدها او ممكن اللي تنين يحصلوا مع بعض اا الكونجنج طايفل قلنا الديسشارج بيبقى السكانتي ميكو بيريولانت الليد والكونجنج طايفل الاديمة والهولبريميا ما بشوفهاش الا لو كان في الاكيوت انفكتب ستيج اا في الاكيوت انفكتب ستيج برضو ممكن اشوف والبابلي اا ممكن اا كمان اا ممكن اشوف الاكتف ممكن اشوف بالنسبة الاكتف ستيج الاكتف ستيج دي بتحصل في والفورنيكس اا وناخد بالنا ان الفورنيكس هين انفولفت عشان بعد كده في الاسبرين كطور الفورنيكس هيبقى فري تمام وقلنا ان بيلعب في الكلام ده كله في الايه في الامسي كيو اا التراكمتس فوليكلز بيقول لي ان هي اول ما بتظهر ما بتبقاش بشكلها اللي متعودين عليه لكن بتبقى اماتيور وبتبقى صغيرة في الحجم ما ببيزيتش اا حجمها عن واحد ملي متر انما التراكمتس فوليكلز بعد شوية بقى بتبتدي تظهر ان الاماتيور دي بتكبر وتديني التراكمتس اللي بيبقى كبير شوية ومن واحد لتلاتة ملي متر وبيبقى اصفر وبيبقى لو عصرته هطلع عن الكروتيك جيلاتيناس ايه ما تبقى بعد كده بالنسبة التراكمتس ايه ببيلي بتبقى وبينك وبينجر لايك وبتجف بتخليه شبه القطيف وكده لانها بتبقى بتنكريز بتاع النتيجة وهي اللي بتقدي للميكانيكا اللي بيبقى حاصل بعد كده هيجي على اللي بيحصل 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 عندي تلاتة صائنز مهمين بيحصلوا في مرحلة وهما وده عبارة من بيبقى موجود في الثالكة زي ما موجود في اول صورة كده اللي قلت عليها في اللي هي بتبقى عبارة عن ايه عبارة عن اللي بتبقى بين الكريبتس بعد كده عبارة بتبقى in color وده نتيجة الكالسفيكيشن بتاع ايه البيتي دي الهيلد تراكوما امتى بعرف ان البيتشنت اسكيور دي يا جماعة لما اجي اعمل وملاقيش الانكلوجن ايه ومعظم المصريين في المرحلة دي اللي هي الهيلد تراكوما بعد كده ايجي على corneal في عندي حاجة اسمها corneal اللي هي الهيربيرتس روزيس بتقبير في القبر بورت بتاع الكورنية وبتبقى multiple زي ما انتم شايفين في الصورة كده بتبقى في القبر بورت بتاع الكورنية وبتبقى multiple كتيرة وبيبقى لونها اصفر وقلنا ان هي بتحصل نتيجة ايه نتيجة تجمع الانفلاماتوي سيلز ما بين البيسيريا بتاع الكورنية والبومنز المبريم بتاع الكورنية تمام عشان تدي شكل الوردة بعد كده بتخف وبتعمل ايه لما الفولكليس دي بتخف بتعملي كده زي فاسدس كده زي الصورة اللي قدامي دي اللي هي النقطة اللي قدامي دي دي فاسدس وقلنا النهي او وقلنا ان لما بيجي التريجيام وهناخده هو السلايد الجاي ان شاء الله التريجيام ده عبارة عن حتة من القماش لما بتيجي تسحف وتدخل على الكورنية ما بتعديش من فوق الفاسدس دي او بتتخلل من وصدها فبتدي شكل اللي هو السريت ده او المسنن ده تمام يبقى بتدي بتدي بتاع البنس سريت الابيرنس البنس بقى هو عبارة عن حتة من القماش بيبقى بسكولاريزيشن انفلتريشن او سورفيشي الكورنية ليرز باي عندي ستاجز من البنس فيه بروجريسيف بنس البروجريسيف بنس ده بيبقى الانفلتريشن سابق ال ايه الفاسكولاريزيشن زي ما انتو شايفين الحتة البيضة كده اللي دخلها الكورنية ما دخلش لسه فيها ايه بعد كده الستشنري ستاج الاتنين بيبقى بعض يعني دخلت وغطت ال ايه الانفلتريشن اللي حاصل بعد كده قالك ان ايه بيحصل ايه ريجريشن للانفلتريشن ولكن البلوت فيزلز عمرها ما بتريجريس ممكن تقفل او ولكن ما بتريجريسش قلنا ان فيه قاعدة بتقول لنا تمام رابع وقلنا ان التسمية جاية من ان بيحصل البلوت فيزلز او الحنفيات اللي اتبقى ايه معدية على السكار دي بتفضل موجودة ولكنها بتتقفل تمام والسكار طبعا بتبقى موجودة في الابر بارت اوف الايه اوف الكورنيا تمام الهيربيرتز بيتس دي بيقول لي ان هي بتدي برضو سريتة ايج تمام يعني الصورة دي مش موجودة فيها الهيربيرتز بيتس ولكنها لو موجودة برضو الاسكار هتبقى اغضى شكل سريتة كده مسنن لانها مش هتعدي من فوقها خالص الطيبز بتاع البنس انا عندي بانس كارنوزوس بانس بسكيلوزوس بانس كينيس بانس أنيروزوس البانس كارنوزوس ده في قول اخر سيك بانس سيك بانس ليه لان الاساس اللي بيعمل البانس هو قلنا الانفلتريشن فالانفلتريشن هنا بيبقى اكتر من البانس كارنوزوس وبالتالي بتاع البانس بيبقى ايه كبير بعد كده البانس بسكيلوزوس من اسمه بسكيلوزوس يبقى البسكيلوزوس هيبقى اكتر من ايه من الانفلتريشن بعد كده فيه عن حيات اسمها البانس تينيس بيبقى عبارة عن ايه عبارة عن ثن بانس تمام وبيبقى فيه مائلد بسكيلوزوس ومائلد ايه انفلتريشن بعد كده البانس أنيروزوس بيبقى أنيولار بانس وده بيبقى very rare زي ما انتم شايفين في الصور أول صورة دي عبارة عن إيه البانس كارنوزز آآ تاني صورة شوف محمرة إزاي لأن الفسكولاريزيشن كتير اللي هو البانس فسكولوزز بعد كده تالت صورة ناحية الكلام ده البانس أنيولوزز يعني بانس حلقي لافف حوالين الكورنية كده آآ رابع بتاع تالت صورة أو رابع صورة بقى هي البانس تينيس اللي هو اللي بيبقى فيه مويلد فسكولاريزيشن مويلد انفلتريشن شوفوا الانفلتريشن قليل قوي والبلوت فيزلز قليل قوي دخل على استحياء كده على الانفلتريشن تمام الفيت بتاع البانس إنه هو بيحصل أوباستي لو البومانزميمبرين تأثر بتاع الكورنية آآ أو كراتكتيزيا ميقب كير قلنا ليه لأن الفايبرستيشو ده بيبقى ضغط على الجزء الفقاني من الكورنية وبالتالي بيبلج الحتة الحتة اللي تحتها بتبلج تمام آآ بعد كده تراكمتس كورنية أسر قلنا إنه إحنا عندنا تلاتة كورنية أسر زي أول آآ تيبيكال وآي تيبيكال وقلنا بنسمي تيبيكال وآي تيبيكال على حسب إيه إن هي ريليتد للبانس ولا لأ آآ والله لو ريليتد للبانس تبقى إيه تيبيكال وشكل التيبيكال إيه الصورة اللي أنا جايبها لكو دي آآ بتبقى شكلها هوريزونتال إن شايب بتبقى وسبرفيشيل وممكن يحصل عليها ساكنتري إن فيكشن وبتبقى لما بتخف بتسيب تحتها إيه طب القياتي بيكال بقى بتظهر في أي مكان ممكن تبقى مارجنال ممكن تبقى سنترل ممكن تبقى برا سنترل آآ ممكن تبقى ميكاني كالبقى نتيجة الإيه البيتي سيز البيتي سيز أكثر من البيتي ديز لإن البيتي سيز آآ بتبقى كأن فيه توب أو إيه أو إزاز متكسر في الليد وبيحتك بالإيه بالكورنيا أو الروبينج لاشيز اللاشيز اللي إيه النتيجة للفايبروزز قلبت الليد وقلبت معاها اللاشيز وبقى إيه محتك بالإيه بالكورنيا تمام الكلاسفيكيشن فيه عندي اتنين كلاسفيكيشن للإيه للتراكوما ماككالان كلاسفيكيشن وده قديم شوية وده بيقيت شقوق كلاسفيكيشن الماككالان كلاسفيكيشن بيقسم بيقسم متقسم لأربعة ستيجيز ستيجي رقم واحد بيتظهر فيها الإيمة كيور فوليكلز طب ستيجي رقم اتنين قسمها لتنين إيه وتنين بي اتنين إيه بتظهر فيها التبيكة الفوليكلز اللي إحنا عارفينها اللي هي بتبقى أكبر شوية في الحاج وستيجي اتنين بي بتظهر فيها الايه البابلاري تراكوما ستيجي تالتة اللي هي ايه بيحصل فيها سيكة ترايزيشن وأي حاجة من الكمبيليكيشن اللي هنقولها بعد كده طب ستيجي أربعة الهيلد تراكوما اللي أغلب المصريين في الستيجي دي تمام كلاسفيكيشن الو اتش او متجمع في نيمونيك اسمها فستو و النيمونيك دي الو اتش او هي اللي عملاها تعالوا نشوف على الصور بالنسبة اول ستيجي عندي اسمها تي اف تمام التي اف ده هو خلي بالكو الصورة الصورة اللي هي ايه دي ده عبارة عن لد طبيعي خالص لسه ما ظهرش اي فوليكلز بداية هايبريميا كده تمام بس ما فيش فوليكلز ظهر اول مرحلة عندي بقى من اللي هي الصورة بي دي اللي هي ايه تي اف الفوليكلز بتبتدي تظهر ولكنها اللي هي لسه ما كبرتش في الحجم طب اللي هي ايه تراكومتس انفلاميشن انتنس الفوليكلز بتبتدي تقوى او او تكبر اكتر اه وتديني تي بيكال ايه او دي مرحلة ظهور تي بيكال ايه فوليكلز طب تي اي اس دي المرحلة اللي بيحصل فيها او الفايبروزز عندكو هو موجود اه في اللي هي صورة دي تمام بعد كده تي تي اللي هي تراكومتس تريكيزز اه حصل في الليد فقلب الايه قلب الليد وقلب معاي الايه اللايشز خبطت في الايه في الكورنيا تمام اه فده ايه التراكومتس ايه تريكيزز اللي هي ايه طب بعد كده كورنيا الايه او باستي اخر مرحلة خالص وكده ايه ده نيمونيك فستو خلصناه كومبليكيشنز اه السببها الرئيسي الفايبروزز اللي بيبقى ايه حاصل سواء في الايه طب ايه الكومبليكيشنز اللي بتحصل في الايه تريكيزز سيكاتريشيا الانتروبيون توزز تمام سواء كان ميكانيكل او فايبروزز حاصل فايبروزز سواء ايه في المولارز ومصل اه حاصل في الميوبوميان جلاند ماشي اه فعملت ايه كاليزيون زي اللي في الصورة اللي تحت الكلام دي تمام ايجي بعد كده للكونجنكتايبا القونجنكتايبا البلببرة الكونجنكتايبا بيحصل فيها سكورينج ماشي بتتشوه عن طريق مثلا ان يحصل فيها فايبروزز اللي هو زي لايه الارلت سلين تمام البلبرة الكونجنكتايبا بيحصل فيها زي الروزز او دروي دروينيس ليه عشان خاطر بيحصل اطروفي في الجوبلت سيلز وابستركشن للدكت بتاع هي الاكريمل يبتدي حصل فيئ يوجد صغير البكثير ,CD Mean Wall skincare الكورنييا , listener , عندي كورنيا الاثرと ممكن يحصل كورنيا الالثر كورنيا LA ساغنزية دراينيس وكرياتيكتيزيا طيب اللاكريمل قلنا أنه ممكن يحصل كرونيك داكرو أدينايتس كرونيك داكرو سيستايتس كرونيك كاناليكولايتس بنكتال إيه بنكتال إيه أكليوجين تمام هيجي على الدياغنوزز قلنا الدياغنوزز الكلينيكال بيكشور اللي بقى في عندي باثوجنومونيك أو الدياغنوزز بشخص بإيه والله لو هو جايلي في الأكيوت في الأكيوت ستيج هشخص بإيه آية؟ هشخص بالكونجمي طيبا السكريبينج والجمزة ستين عن طريقين أنا نكحة الإيه الإنتراسيتوبلازمي بيزوفيلك إنكلوجن بودس طب لو جايلي في الهيلينج ستيج لأ والله هقلب جفنه واشوفه وعنده بوستراكومتس دي جنريشن أو بوستراكومتس كونكريشن أو أرلتس لاين حاجة من الحاجات اللي هي بتاعت السكورينج دي اللي هتخليني كلها بفتبنومونيك اللي هتخليني أبصم بالعشرة إن الشخص ده كان عنده تراكومة وخرف إيه منها في حاجة كمان مننا ممكن أديله علاج التراكومة والله لو خرفي بديكة من التراكومة لو ما خرفتش يبقى إيه يبقى حاجة تانية غير الإيه تراكوم بعد كده ده بيقتشقوه حطى للعلاج strategy مديها نيمونيك سيف S for surgery A for antibiotics F for facial cleanliness و E for A Environmental Improvement بالنسبة للأنتي بيوتكس اللي بيستخدموها قلنا الأزيسرومايسين والإيريسرومايسين والتترا سايكلين والدوكسي سايكلين أزيسرومايسين بيفضلوه جدا للدكاترة ليه لإنه جرعة ثموية واحدة وغير كده كمان إنه ينفع للستات الحوامل والأطفال أقل من 6 سنين على عكس التترا سايكلين اللي ما ينفعش أديل الحوامل أو المرضعات أو الأطفال أقل من 12 سنة تمام بالنسبة للسيرجيكال قال لك أنا بعمل إيه ممكن أعمل إيه إن أنا أعمل بيكينج للايه للبيتي ديز أو البيتي سيز أو إن أنا أعمل تريتمنت الكمليكيشنز اللي هو موجودة لو حصل عندي انتروبيون ولا حاجة بعمله عملية وصلحه إن أنا بعصر الفوليكلز أو بعمل إكسوريشن للفوليكلز أو سكريابينج إن أنا بكحة للايه البابيلي تمام زي ما قلت لكم التترا سايكلين ما ينفعش أديه كبار هما وده خلي بارك عشان ده بيجي في الامسك يو طيب واحد اللي السبب في على عكس الفلكتن طيب أربعة والأنتجن بتاعه بيبقى اندوجنوس تمام أول حاجة اللي هو الرمض الربيعي الدفنيشن بتاعه بيقولك أنه عبارة عن طيب واحد أو أتوي سواء كان الإكسوجنوس أنتجن اللي ممكن يتعرض له قالك إن هم كيبقى الترا فيلو تريز أو بولين أو داست أو إيه أو فيونز تمام طيب بالنسبة لليه ديموغرافي قلنا إن بيجي أكتر في الإيه في الأولاد اللي من سنة خمسة إلى خمسة عشرين سنة السيزون بتاعه طبعا الربيع أو الصيف بوست الفاميلي دا سترونج بوست الفاميلي هستوري تمام الأسوشيشن الأسوشيشن قلنا الكريتو كونس وقلنا في فيديو الشرح ليه قلنا لأنه بيبقى فيه إيتشنج جديد جدا في عينه وبيفضل يدعك في الكورنيا بتاعته لحد ما بيغير بيضعفها وبالتالي بتتدي تاخد شكل المخروض وقلنا إنه مرض بروجريسيب وإيه وبيأثر جدا على العين وبيعمل الاستجماتيزم جديد جدا بالنسبة للسيمتومز بقى يا جماعة قلنا إنه عبارة عن إيه عبارة عن بيحصل إيه وقلنا الإيتشنج ده أعرف منين إنه عنده حسية في عينه إنه هو عايز يورش فيها على طول طب قبصه منين بالعشر على إنه دي سبرين كاتار أو رمض ربيعي لما يقولك أنا بسحة الصبح يا دكتور ألاقي فيه عندي إيه خيوط بيضة كده عامل زي الخيوط والبيضة بتطلع من عيني بيحصل ميكانيكا هنعرف من الساينز دلوقتي عشان خاطر في البلبيبرة اللي كنت جابت طيبة بلاقي فيه عنده كوبلستون بابيلي والبابيلي هنا في السبرين كاتار بتختلف عن البابيلي اللي في التراكومة بإيه خلي بالكوا سؤال إن في السبرين كاتار اللي البابيلي بتبقى فلات تمام وأكبر شوية هناك في التراكومة بتبقى إيه راوندد وخلي بالكوا إن أنا لما أعمل إفرجن للإيه لللد وشدوا شوية صغيرين فالفشرز اللي بتوين الإيه البابيلي دي تبتدي تطلع مليان إزينوفيلز وقلنا إن إزينوفيلز دي عبارة عن سيلز بتتقاصر أو عددها بيكتر لما بتحصل إيه ألرجي في الجسم بعد كده البولبر أو الليمبل عبارة عن إيه مادة جيلاتينية بتترصب حوارين الإيه الليمبوس وبيجي على التوب بتاحها إسبوتس بسميها إيه ترانتا سبوتس الترانتا سبوتس دي بتبقى عبارة عن إيه أو مكوناتها إيه تلاتة تلاتة متريالز النكروتيج إيبيسيريوم إزينوفيلز وإيه وكالسيوم ممكن يبقى ميكس الطيب يا جماعة إن السبرين كاتار ده يبقى مجمع ما بين البالبر البالبيبرال ساينز والإيه والبالبر إيه ساينز تمام؟ يعني اللي اتنين حصلين هيجي على الكورنيا الكمليكيشنز ممكن يحصل مايكرو إلوجين يعني حاجة بسيطة زي سوبرفيشيا الكرياتايتس أو ممكن تبقى ماكرو إلوجين ودرايد ميوكس يوصل لإيه لشيلد ألثر وقالنا إن الشيلد ألثر دي عبارة عن إيه عبارة عن إن حاجة زايدة قوي أو إن سيفير فورم من الإيه الفيرنال كرياتو كونجنج تايفايتس تمام؟ والإيتشنج فيها بيبقى أفضح جامد من الإيه من الرمض الرابيه تمام؟ بعد كده قلنا ليه ليه أنيولر ليه بيبقى حلطي عشان الجيلات الاسمتريا اللي تبقى شكل وغدى شكل الحلقة فلما البنس ده يحصل يعني في الهيلينج ستيجي مثلا يهي يحصل بنس فهتلاقيه واخد نفس الإيه نفس الشكل طيب ريسك أوف كرياتو كونجنج تايفايتس وعرفنا ليه الديفرينشيل دياجنوزز بتاعه قال لك إنه إيه البابيلي بتاعته شبه البابيلي بتاعة التراكومة ولكن هنا بتبقى flat وهي التارنتا سبوت والبنج وكلة وهنتكلم عن ده كله بالتفصيل دلوقتي سواء كان فلكتينيولار باناس أو تراكومتاس باناس أو لبروتك باناس أو سبرينكاتور إيه باناس ده كله بيحصل فيه باناس فلازم أفرعهم من بعض ومش عليكم بس تعرفوا انت تعددهم بس عشان لو دخلت أورال أو حاجة أو جالك في الإيه في الأمسكيو هاجي للتريتمنت قلنا ان ديورنج الأبتاك بدينا ان السيرودان انتينفلاماتوري دراجز وقلنا ليه لانها انتينفلاماتوري وكمان مسكنة للصداع اللي بيبقى حاصل والوجع اللي في العيد تاني حاجة ان انا بدي توبيكل وشورت واعلم على شورتي دي 500 خط عشان خاطر شورت كورس لان خوفا من ايه انه يطول في استخدامها ويجي له جلوكومة او ايه او كاتر فبنبه عليه انها تخلص ما يقررها اوش ولو هيكررها يرجع لنا الاول واقوله هياخدها بردو الكورس بتاع هايبقى عامل ازاي تمام؟ انتراليجنا البقى ان انا حقين جوا اللي جن اللي هو بتاع البابيلي كورتيزون او كورتيكوستيرويدز تمام؟ هيكشكشها وبالتالي الحمن شوية يقلل عن الايه؟ عن الليد طيب بعد كده انت ان انا ادي مضادات للحساسية ادي مضادات للإحتقان ادي لو الحالة سيفير قوي او ريزيستنت حالة مستعصية جامد فبدي فيها ايه؟ اللي هو عبارة عن اميون وسبريسف عشان انا قلت ان السبرين كاتر ده عبارة عن اميون عبارة عن ايه؟ انا اعلى الاميون في الارض خالص بحيث ان انا اقضي عن الرياكشن ده خالص ما تقوملوش قومة تمام؟ طيب بعد كده اسمتوماتيك تريتمينت ان انا هديله دارك جلاسز وهقليه يعمل كمادات مية سقعة وحط 500 خط تحت مية سقعة دي لانه لو عمل كمادات مية سقعة هيتبهدل طيب ايه الفكرة في كمادات المية السقعة؟ ان انا بعمل فاصل كونستيكشن للايه؟ وبالتالي هتقلل اللي رايحة للعيد وبالتالي يرتاح شوية طول ما انت حطت له كمادات مية سقعة كده هتلاقيه مرتاح والدنيا معاه ايه؟ تماما طب ايه بتوين الاتاكس يا دكتورة؟ عادي خالص ده واحد عنده حساسية في عينه فهديله مص سيليستبيلايزرز ليه بدي مص سيليستبيلايزرز؟ زي ما انا يعني هشرح لكم الميكانيزم سريعا كده بتاعت الايه؟ طيب واحد هايبرسن سيفتي ان انا لما بيدخل عندي اكسورجنس انتجن يطلع له انتي بودي اللي هو ايه؟ اي جي اي يمسكوا في بعض يعملوا انتجن انتي بودي كومبليكس يروح على المص السيليز يقفوا على السطح بتاعها يعملوا لها يعني يفرقعوها ويحصل ديجريديشن للايه؟ المحتويات بتاعتها اللي هي ايه؟ انفلاماتوري ايه؟ ميدياتورز تمام؟ فهنا لما دي مص سيليزر حاجات تدعم وتقويل مص السيليز بحيث ان لما انتجن انتي بودي كومبليكس دي يروح على السطحة بتاعها مايقدرش يكسره بعد كده هدي انتي هستامانيك مضاد للحساسية وهتشينج السراونج ايه؟ أتموسفيري والله لو هو قاعد في مكان فيه ايه ايه او مثلا لو فيه مكان مثلا بيروحه بيتعرض فيه الى اكسورجنس انتجن اللي بيجيب له الاتاج ده هقوله حاول ما تروحوش أو حاول تبعد عن أي مكان تتعرض فيه للإيه للأتاك نتيجة الإكسورجنس أنتجين اللي ممكن يبقى موجود فيه تاني حاجة من الأليرجي ككونجنك تايبيتس اللي هي الإيه الفليكتن الفليكتن زي ما قلت لكم إنه عبارة عن أكيوت أليرجي طيب بإيه أربعة دليت ده هايبرسين ستيفتي ديوتو إندوجنس أنتجين ده بيبقى عبارة عن إيه التوكسنز اللي بتبقى طالع من البكترية سواء كان يستفيله كوكل بليفريتس أو استريكتو كوكل تونزيلايتس أو ممكن تيوبرتولين بروتين اللي بيبقى طالع من التيبي أو إنستاين البرازيل كومبونمنس ده كلها إندوجنس إيه أنتجينس طب الباثولوجي قالك الباثولوجي بيبقى عبارة عن إيه عبارة عن استرومال انفلتريشن وز إيه وسبرونيك انفلماتري سيلز زي الليمفوسايتس والإيه والمكروفاج وده الأساس بتاع الإيه الفلكتن وبيبقى إيه السطح بتاعه متغطي بإيبسيليا لنيكروزيز بتاع الإيه الكونجنك تايف السيمتمز بقى بيجي منلي في الأطفال وبيبقى ما بيوجعش خالص ولكن بيبقى فيه شوية هايبريميا حواليه تمام وفيه mild discomfort ولو الكورنيا affected لو فيه حصل كورنيا complications زي ما هنحصل زي ما هنشوف دلوقتي هيعاني من الكريميشن فوتوفوبيا وإيه وبليفروز باز تمام طب الساينز قالك بتبقى عبارة عن إيه عبارة عن نوديول بيبقى لونها جريش وايت تمام أو أصفر تمام سر رون بايزون أو في إيه أو في هايبريميا بتبقى حجمها إيه من 1 ل 3 مليمت وبتبقى سينجل أو إيه أو مالتيبول وممكن تيجي يونيلاترال أو بايلاترال تمام يعني ممكن تيجي بكل الأشكال بتاعها بتبقى في البولبر كونجنكتايفا والليمبوس وفي الغالبية الأحوال بتبقى عند الإيه عند الليمبوس الكورنيا complications اللي ممكن الفلكتين يعملها أول حاجة إنه يعمل فلكتينيولار إيه بالنس زي الصورة الأولينية اللي انتوا شايفينها دي أو إنه يعمل ulcers marginal ulcers زي الإيه الصورة الثانية اللي انتوا شايفينها دي شايفين المنظر ديه المجنة الأولسر أو يعمل إيه ring annular ulcers أو يعمل فسيكولار أولسر واللي هي أحد أنواع истории ulcers تمام استربيجنوس أولسر دي يا جماعة أولسر زاحفة جزء منها بيبقى بيحصل له healing والجزء التاني بيتقدم نحول إيه الكورنيا تمام في عندي منها ثلاث أنواع الفاسيكولر ألسر اللي بتيجي في كورنيا الكمليكيشن للفليكتن ودي بتبقى أكيوت وإيه وسوبرفيشيال هي الصورة الأولينية دي وبتدخل تسحف من ناحية الليمبوس بتدخل على الكورنيا وبتبقى سحبة معها ليه شوف إيه؟ تمام؟ وخلي بالكم إن هي مسبوقة بإيه؟ في الروسين ستين بعد كامورينز ألسر بتبقى كرونيك وديب تمام؟ وبتبقى على البريفري وعشان هي كرونيك وديب فبتعمل ديجينريشن للإيه؟ ديجينريشن وديستركشن للإيه؟ للكورنيا تمام؟ وبيقال إن السبب بتاعها مش معروف في بعض الناس بتقول إن هي ممكن تبقى سببها أوتو إيميون تمام؟ تبقى الهايبوبيون ألسر بيبقى كيوت أنت ديب وبيجي في الأنتيرو تشامبر وبيبقى إيه؟ بيسموه استرايل باص ليه استرايل باص؟ يعني الباص المعاكم هو في باص معاكم؟ لا هو تعبير مجازي لإنه بيحصل نتيجة التوكسنز وليس البكتيريا تمام؟ وبيبقى في الأنتيرو تشامبر زي ما أنتم شايفين كده مميز قوي الكمليكيشنز اللي ممكن تحصل من الفلكتين إنه هو عنده ريكورنس ريت عالي تاني حاجة إنه ممكن الكورنيا الأسرز اللي بتحصل دي تسبب لي يعني بالهيرنج بتاعها تعمليه أبسفكيشن في الكورنيا وبالتالي يتأثر على الإيه؟ الفيجن secondary infection يحصل على الإيه؟ on top بتاعه وبيبقى في الغالب بيوكو بريلانت إيه؟ conjunctivites طب التريتمنت أهم حاجة إنه أنا عالج الكوز إيه عالج الكوز يا دكتورة يعني أعرف هو إيه اللي عمله كده؟ هل بكتيريا؟ هل TB؟ هل برازايت؟ أعرف الحاجة اللي بتدخلي الأنتيروين تمام؟ بعد كده زي أي allergic conjunctivites عادي هديره نانستيرويدا وشورت طبكال كورس وفي الاستيرويد ولو في عنده كورنيا الألثر قلنا بندي أطروبين وبخليهي لبس نضارات إيه؟ شمس سودة طب لو عنده طبعا بدي لها طبكال استيرويد وحاجة كمان إنه أنا بعمل لها إيه؟ بعمل كوتراليزيشن باكوي اللي يشوف بلوت فيزلز خلي بالك إنه طالما حصل زي ما قلت لك أنا هعمل كوتراليزيشن هقفل البلوت فيزلز ولكني ولكنها مش هتروح هتفضل موجودة تمام؟ بس هتبقى مقفولة آآ بعد كده الفرق بين النوديولار إبسكاليرايتس والنوديول أوفلفليكتن قلنا إن أنا كدكتور بعرف أفرق بينهم إزاي في العيادة إن أنا بدي طبكال إيه؟ فينيل إبفرين الطبكال فينيل إبفرين ده إيه؟ فازو كونستريكتول دي كونجستنت آآ أول ما بحطه لو حصل بلانشنج بيضات كده حصل فازو كونستريكشن آآ آآ تحت والفيزلز إيه؟ دي الفرقات التانية آآ معلومات كده نبقى عرفينها آآ التندرنس هي الإبسكاليرايتس بتوجع جدا آآ على عكس الفلكتن مش بيوجع الإيج السكس إيج بيبقى إيه؟ بيجي في المدل إيجت في ميل إنما ده بيجي في الأطفال من خمسة إلى خمسة عشر سنة وطالما في الأطفال في الغالي بيبقى إيكوال في الإنسيدنس الهيستوري بتاعه بيبقى لونج وريكورن إنما الهيستوري بتاعه الإيه؟ الفلكتن بيبقى شورت وريكورن طب القلور بتاع الإيبسكاليرايتس بتبقى إيه؟ بيربل لإنها دي فيزلز تمام إنما القلور بتاعه بيبقى عبارة عن إيه؟ ده إيلاستيك دي جينريشن فبيبقى عبارة عن جريش إيه؟ يلوش إن كالر آآ طب الليفل بتاعه آآ طب الفلكتن لأ ده بيبقى سوبرفيشيال للإيه؟ للكونجنج طيبة وغالبا عند الإيه؟ الليمبوس طب الكونجنج طيبة آآ خلي بالك إن الإيبسكاليرايتس دي تحت الكونجنج طيبة فالكونجنج طيبة هتتحرك عليها موفزي فريلي أوفر إيت آآ على عكس الفلكتن هو جزء من الكونجنج طيبة فهيتحركوا الاتنين إيه؟ سوا السابيوريشن ما بيحصلش خالص في الاناليولار الإيبسكاليرايتس ولكنه بيحصل عادي في الإيه؟ في الفلكتن الكونجن زي إن البروجنوزز آآ قلنا إن رير قوي إن بتحصل إيه؟ آآ ولكن لو حصلت بتبقى إيه؟ آآ وباد بروجنوزز وبتبقى سيريوس جدا آآ طيب بعد كده الكونجنز بتاع أو الكونجنز والبروجنوزز بتاع الفلكتن بيقولك إنه آخره يعمل إيه كورنيا الكونجنز ودي مش هينة طبعا ولكنها أفجود بروجنوزز تمام؟ هيجي بعد كده الكونجنز تايبال دي جينريشن التريجيام والبنجويكلا التريجيام بيقولي إنه عبارة عن إيه؟ آآ فايبروباسكولر تريانجولر انكورشمنت اللي هو إيه؟ آآ تجاوز من الكونجنز تايبال في حق إيه؟ الكورنيا تمام؟ الاتيولوجي بتاعه قلنا إنه هو كرونيك اريتيشن بايل افكتو في الالترا فيلو تريز أي نددست السبب المهم بقى إيه؟ اللي هي عاملة صور منيح حوالين الكورنيا بتمنع أي تجاوز في حقها من الكونجنز تايبال أو من أي حاجة تمام؟ الدبلوبيا ممكن تحصل بعد ملتبول سيرجريز قلنا إن التريجيام ده بيتعمله عمليات كتيرة لإنه آآ 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 فانت بتقول للعيان ده أنا لو عملت لك العملية هيرجع طالما هو مش مؤثر عن النظر ما تعملهاش يقولك لأ أعملها لي يا دكتور ولما يبقى يرجع بقى يبقى حلال فيرجع يقولك طب معلش يعملها لي يا دكتور فتعملها له تاني فقطر العمليات كده بيعمل أديجنز ويعمل لي سيمبليفرون وقلنا إن سيمبليفرون ده عبارة عن أديجن من إيه؟ البالبار كونجنكتيبة بالبلبار كونجنكتيبة آآ يعني شوية فيبروزز وأديجنز فبتقلل من الأي موفمينت وتبتدي تعمل إيه؟ دبلوبيا دبل فيجن يعني بشايف الحاجة حاجتي الباثولوجي قلنا إنه عبارة عن إيه؟ إلاستيج دي جنريشن للسترومال كلاجن والسينجل بيحصل فيه تلت حاجات إلاستيج ديجدarettministرومال كلاجن وبرضو ديجنريشن للإيه؟ للسانجل لير بتاع الكونجنكتيبة إبيسيليم وكمان دستروكشل لبومانز ميمبرين خلي بالك لأن التريجيان بيحصل فيه دستروكشل لبومانز ميمبرين فالكورنيا هتısر كده على عكس البنجويكلة مبيحصلش فيه دستروكشل لبومانز ميمبرين وبالتالي بتبقى حاجة بسيطة خالص وما بتأثرش على الايه على الكرنية ولا بتأثر على اي حاجة خالص تمام السيمتمز بقى السيمتمز بيعمل لي ايه التريجيام ده بيعمل لي العيان ما بيباش متقبل شكله وممكن يبقى بروجريسف تريجيام ويفضل يسحف 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 لحد ما يوصل لحد ايه البيوبل ويسدها وبالتالي العيان ما يباش شايف حاجة خالص ويبقى عنده ايه نوع من انواع الايه الاستيجماتيزم تمام طب الساينز بقى يا جماعة كومن لينيزل ان بايلاتران بتبقى ناحية النوز وبتبقى في الناحيتين وبيتكون من ايه من 3 اجزاء جزء ايبكس وجزء نك وجزء بادي الايبكس بتبقى موجودة فين على الكورنيا تمام وبيبقى فيها بيجمينتيشن زي ما انتم شايفين في الصورة كده على كتوب بتاع الايبكس البيجمينتيشن ده بيبقى عبارة عن ايرن بيجمينتيشن بيبقى عامل حاجة اسمها استوكر الستوكر لاين ده بيبقى لونه اصفر زي ما انتم شايفين او اصفر بوني زي ما انتم شايفين كده تمام يبقى دي الهيد النك بقى بتبقى موجودة على الايه على الليمبوس طب البادي بيبقى لوزلي قديرا انتم الايه السكليرا الطيبز بقى قلنا يا بروغريسف تمام اللي هو بيفضل يسحف ده لحد ما يوصل للبيوبل وده حلو الوحيد ان انت تشيله تمام ده ما ينفعش تقول المريض يعني استنى لما يجي على عينك لا انت ما تستناش يعني ما تعرضوش للمرحلة ان هو ايه يبقى عاد فجأة كده مشايف تمام فانت اقول ما اتعرف ان هو بروغريسف بيزيد يقولك يا دكتور ده كل كل شوية لقيه زايد يعني داخل لجوة شوية داخل لجوة شوية يقوله بس ده بروغريسف ده خلاص انت هتعمل عملية تشيله تمام طيب استشنالي او ريجريسف واخلي بالكو هيعمل عملية شيله ويرجع تمام بس يعني ما ينفعش اسيبه استشنالي او ريجريسف او فايبروس او مبرينس وعندي تروغ تريجيام وزودو تريجيام بفرق ازاي التروغ تريجيام اللي هو تريجيام الحقيقي من الزودو تريجيام قالك بفرق بينهم انا كدكتور في العيادة بتاعتي بحاجة اسمها الهوكتست ايه الهوكتست ده ده انا بجيب بروب اللي هي عصايا يعني هي مجايزا يعني انا بقول عصايا بس هو بيبقى بروب كده عصايا بعديها من تحت النك اللي هي موجودة عند الليمبوس والله لو البروب ده عدى يبقى ده زودو تريجيام طب لو ما عداش يبقى ترو تريجيام تمام ده إزاي بفرق بينهم في العيادة تمام طيب أجي بعد كده للايه لركوزة ترو تريجيام زي ما قلنا بالإيه بالإيفكت تاع والسبب الحقيقي المهمة قوي اللي هو الايه اللي عاملة السور المانية حوالين الكورنيا طب الزودو تريجيام قالك سببه ايه جزء من الكونجنكتافة، يلزق في الكنجنكتافة قسط ايه؟ السايد الحل��ة الحلود التريجيو под�로س ده، ممكن يصدر التريجيو مما يقول لتريجيو غيرا الزودو تريجيام يبقى ايه? زي ما انتم شايفين الصورة قدامكم ده اللي بيبقى ايه? على الطوب بتاع الايه? اللي هيت بتاع اللي هو تريجيام. تمام? اجي هنا للزودو تريجيام شوفوا البروب اللي انا بقول عليه هو بيبقى شبهة ده بالزبط كده وبعد ديه شوفوا هنا كده معدي من النج بتاعة الزودو تريجيام فانا عرفت ان هو ايه? زودو تريجيام. هنا لو جيت دخلتم مش هينفع يدخل في الايه? تحت النج بتاع التروح. اه بالنسبة للتريجيام قالك ان انا اه والله هعمل فولو اوب لو هو سمول او اسمتوماتيك. تمام? اسمتوماتيك يعني مش عامل اعراض انه مش مؤثر على الرؤية. تمام? طب سرجيكا الاكسجين قلنا لو ايه? لو اه ما بوض شكل البيشنت خالص والبيشنت مش قادر يتعايش معاه. لو بيأفاكت الايه? الفيجن سحف على الايه? البيوبل وايه? وقفل الرؤية خالص. اه طيب اه التكنينك بيقولك بقى ان انا بعمل ايه? قالك ان انا بقطع حتة من اه بقطع اه بعمل اكسجين لتريجيام زي ما انتم شايفين كده في اه او ايه? اه حرف ايه ده? اه بعمل اكسجين لتريجيام بالمشرك بشيله. فالحتة بتبقى اكسجوز ده كده. بروح على حتة اه في القبر كونجنطايفة واخد منها جرافت وحطها شوفوا السهم نازل فين واحطها على المكان اللي هو المتعري ده. فا وطبعا المكان اللي فوقه ده الجفن مغطيه. تمام? طب انت يا دكتورا بتقولي ان هو اف هاي ريسك اه هاي ريكورنس ريت. طب اعمل ايه عشان اقالي الريكورنس ده? قالك ان انا بقى ممكن اعمل كزا حاجة. ان انا عرضه الاشعاع تمام مع مادة اسمها ايه? استرونتيام تسعين. اه اه ودي بتبقى ايه? انتي ميتوتك. تمام? بتقلل ايه? بتقلل انقسام الخلية او ميتوسين سي ده بيينهيبت البرولفريشن. اه وطبعا ممكن اعمل ايه? اه اه ممكن اعمل ده ده في العملية. انه نعمل مثلا ايه امونيوتيك ميمبرين جرافت. اخلي بالكوا الامونيوتيك ميمبرين ده. الجراحين بيستعملوه كجرافت في عمليات كتيرة بس يعني في عمليات كتيرة جدا مش بس في العين. اه بعد كده لمبل ستيم سيل ترونس بلانتيشن. اه وده اكتر حاجة بتقلل الايه? الريكورنس. تمام? اه انا عندي اللي هو الايه? الستيم سيلز النقصة حوالين الكورنية. اه مخليها كل الانهاب وده بداخل عليها. لأ فان هعمل ايه? هقوم زرع بقى حوالين الكورنية. اصوار بني اصوار مانيعة تانية بحس انه ايه? مفيش حد يقدر يتجاوز حلوله ايه? تاني. اه بعد كده هيجي على البنجويكلة. قلنا ان هي عبارة عن الاستيك هاي لان ديجينريشن. او في ال ايه السابق بسلية الكونجنكتايبه. اه اه. اه. ما بيحصلش فيها ديستركشر لل ايه? بومنز ممبرين وبالتالي ميشش خطيرة ولا تقليني خالص. ولو ركستو في عيون اي حد من الناس الكبيرة. هتلاقيوا زي حتة من الفات كده موجودة في ال ايه? اه. في البالبر الكونجنكتايبه بتاعتهم. بتبقى بايلاترال وتريانجولر وما فيش نونفاسكولر ويلوش انكولر وبتبقى في النيزل سايد بتاعي الكونجنطايفة زيها زي الفلكتن ولكن وعشان كده مع الفلكتن بفرق بينهم ازاي الفلكتن اه بيبقى شبهها كده ولكن بيبقى محاب بزوم من الهايبريميا زوم محترمة من الهايبريميا وكمان ان البشن نفسه جايه بيشتكي فبيشتكي انه ايه لا ده عينه بتاكله او عينه بتحرقه او كده انما ده اللي هو موريد البنكوكلا ماينفعش اقول عليه موريد البنكوكلا اللي عنده البنكوكلا ده بيبقى متعيش كويس جدا خالص ولا كأن في اي حاجة خالص مفيش حاجة غير ان هي الشكل كده بس ممكن الناس كبيرة اصلا كمان ما تاخدش بالها منها ممكن يحصل عليها ايه تريتمنت ما بتحتاجش تريتمنت الا لو كانت كبيرة و ايه وعملة تشوه ده تريجيوم ايه ده تريجيوم ودي ايه البنكوكلا هايجي الاخر موضوع معايا فالس النهاردة هو الديفنشن بتاعه بيقول لي ان هو عبارة عن ان اديكو التير تير فيلم التعليف لحد هنا يعني هو يجايب الخلاصة تمام اند الاوكولار سيرفز التير فيلم اند الاوكولار سيرفز هي كومن كونديشن قوي وخصوصا في زماننا ده بسبب ايه بسبب حوار الموبايلات والكونتكت لينسز اللي ايه اللي بقوا منتشرين جدا بارتيكولاري ايه البوست من بوز الوومن والوومن والإيه والإلدري ليه البوست من بوز الوومن لانهم لقوا فيه علاقة بين الاندرجين والإيه والدراينز بتاع الاوي قالك ان طول ما الاندرجين كويس كل ما الاوي مايباش فيها ايه دراينز وانس ان الاندرجين قال يبتدي دراينز يزهر في الاوي فانا لو جيت سألتكم وقلتلكم مين بيبقى عنده الاندرجين اقل الستات ولا الرجالة هتقولوني ايه الستات طب مين يتأثر اكثر اللي عنده القليل ولا اللي عنده كتير يعني لو الاندرجن ده اقل لعند الرجالة هيتأثروا لو قل شوية عند الرجال هيتأثروا شوية لأ لكن لو قل عند الستات اه هيتأثروا ويبتدي يجيلهم الايه تمام عشان كده بتبقى في الايه مين بوزا الايه قلنا ان بتحصل نتيجة احو بيحصل فيها ايه بقى؟ بيحصل فيها زيروسطوميا وزيروسايميا وrecurrent ايه buns دي jougран ايه syndrome طب ال Nast neighborhood تبقى associated ايه مع روموتويد Arthritis مع بعض الأمورات زي روموتويد ايه Arthritis طب النonde jougran ايه اي النonde jougran ايه بقى بيحصل فيها ايه بيحصل فيها ممكن يبقى يعني الل Via Via فيها مشكلة او الدقط بتاعتها هي اللي فيها مشكلة مقفولة مثلا بفايبروزز او ايه او بتراكوما او انه فيه reflex block او فيه systemic drugs زي الايه قلنا زي الاتروبين او الاستروجين او المورفين تمام بعد كده الـ evaporative بيتقسم عندي الـ intrinsic و extrinsic الـ intrinsic الميوبوميان الميوبوميان oil deficiency لما بتبقى نقصة وكده فبيحصل evaporation كتير طبعا disorders of lead apparatus و ايه low blink rate والlow blink rate ده يا جماعة يعني كلنا لما بنقض كتير قدام الموبايل او الكمبيوتر او بنذاكر كتير فما بنرمشش كتير لاننا بنبقى مركزين ده بيصرع قوي dryness بتاع الايه الاي او بيعرضني قوي للدراينز بتاع الاي بعد كده هيجي على extrinsic vitamin E deficiency topical drugs preservatives الدراكز اللي فيها مواد حافظة بتزود الدراينز عشان كده مهمة قوي انه انا بدي العلاج او اللي هو الايه artificial tears اخد بالي قوي ان ما فيش فيها ايه preservatives مواد حافظة لان المواد الحافظة بت ايه بتزود الدراينز وبالتالي اه الشخص مش هيتعالج يعني انا كده هسوأ له الموضوع ومش هيتعالج طيب ال contact lens wear برضو بتزود الدراينز وقلنا ايه كمان ocular surface disease زي severe allergy ممكن تعمل dry eye بعد كده هيجي على السمتمز وقلنا ان الشخص اللي هيجي لك ب dry eye ده هيجي يشتكي بايه ان الاعراض بتسوق على مدار اليوم وما بتتحسنش غير لما بيجي نام بيبقى فيه دستشارج بيبقى ووتري او ميقويد ماشي بيحصل فيه redness و blurring الفيجن الساينز بقى بيبقى ايه لوس لللستر بتاع نتيجة لوس البري كورنيا لإيه تير فيلم وبيحصل ديرتي ايه ديرتي تير فيلم خلي بالك ان خلاص الدموع مبقيتش موجودة اعكس بقى كل الوظائف اللي الدموع كان بتقوم بيها مبقيتش بتقوم بيها فالعكس بقى هيحصل يعني لسترنس هيضيع الديرتي هيبقى العين نفسها هتبقى شكلها كده مطفي تمام تير منسكس هيقل طب الكونجنكتايبا هيبتدي يظهر في الكونجنكتايبا تمام بعد ما كانت ملساء خالص هيبتدي يحصل ايه على الكورنيا طب البيتوتس بوتس دي هتحصل وإحنا قلنا ايه البيتوتس بوتس دي قلنا ان هي عبارة عن تريانجلار ويت باتشز وز ايه البيتس بتاعها بيبقى تورد الايه تورد الليمبوس بيبقى في التيمبرال بورت بتاع الكونجنكتايبا وبتبقى كوفرد بإيه بفومي ماتريال بتبقى نتيجة الايفكت بتاع الزيروزز إيه بس اللاي بكتيريا على الدت كيراتينايز إيه إبيسيليا تمام وطبعا الدموع قلت الانفلاميشن والانفكشنز إيه هيزيدوا لأن احنا عارفين ان الدموع لها انتي ميكروبيا لإيه ايفكت هيجي بعد كده الانفستيجيشنز قلنا عندي ثلاثة انبستيجيشنز للدروي اوي أول حاجة الفلوريسين بريكوب تايم الفلوريسين بريكوب تايم ده أنا بحط الفلوريسين ستين في عين العيان المفوض انه يحصل لها ديليوشن بالتيرز خلال مدة معينة لو 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 أقل من عشر ثواني ما حصلش ديليوشن ده بإنديكاتل إيه الميوسين ديفيشنسي واتير فيلم طب الشيرمرز ديس الشيرمرز دي بجيب إيه البيبر اللي قدامكو دي وبحطها زي ما انتو شايفين كده على الفورينيكس تمام وبستنى خمس دقيق والله وباجي شوف بقى هي يتبلت لحد فيه لو البلالان ده أقل من خمسة مليمتر في الخمس دقيق دول ده بيئن كده إن فيه في مشكلة في الوطري بتاعي بعد كده هيجي على الروس بنجال ستينينج الروس بنجال ستينينج سموها كده ليه لأنها لونها بينك وبنجال لأنها جاية من البنجال بيقولك إن هي بتصبغ الإيه الإيميسيليام الإيه المريد اللي موجود فيه الكورنيا والإيه والكونجان طيبة تمام وده بيئنديجيت إيه ميوسين الميوسين ديفيشنسي تمام التريتمنت قلت هعمل تريتمنت للكوز أهم حاجة عندي شوية التيرز اللي عندي شوية قليلين فهيحاول حافظ عليهم ما أقللهمش يعني بالطرق المختلفة بقى ما أتعرضش لأي حاجة تقليلي الدموع دي إن أنا أعد مثلا قدام مروحة إن أنا أعد في طيار هواية شديد أو إن أنا أصاش ور شعري مثلا وكده لقدام عيني لا أصاش وره الورا كل الحاجات اللي ممكن تنشف للتيرز دي أحاول أبعد عنها تماما طيب بعد كده أدي أرتيفشيال تيرز وأخد بالي كويس جدا إن ما فيش فيها برزيرتفز أو مواد حافظة عشان في قطر ما زودش إيه الدراينس اللي حاصل يوكو لاتكس اللي بديها عشان خاطر أعمل ليكوفاكشن للتيرز ماشي أخليها أكثر أكثر انسيابية تمام بعد كده هعمل ردوكشة للتيرد رينج التيرد رينج اللي هو مصرف الدموع اللي هو البنكتوم تمام البنكتوم ده هعمل فيه إيه يا إما تيمبراري إن أنا أحطي فيه سدادة بلاستيك تمام يا إما برمنانتلي إن أنا إيه أقفله بالليزر أو الإيه أو كوترالايزيش تمام بعد كده إن أنا ممكن أدي في حالات السيبير اللي عاملة للأي بعد كده السيرجيكال تريتمينت السيرجيكال تريتمينت اللي أعمله إن أنا ممكن أعمل اللي أترى الترسورة فيه ودي مشهورة جدا يا جماعة إن أنا بمسك الأي واللور واللور وخياتهم في بعض بحيث إن أنا أقل السيرفس إيه اللي بينا من العين وبالتالي أقل شوية من الإيه الإيفابوريشن اللي بيحصل وبالتالي يحفظ شوية على الإيه على التيرز باروت الدكترون سابلانديشن إن أنا بفضلوا يدوروا على حاجة لها تركيب كيميائي شبيه شوية بالإيه بالدموع في جسم الإنسان تقلق السلايبا فجابوا البروت الجليند وحطوها في الفورنيكس بحيث إنها ذراوها في الفورنيكس بحيث إنها إيه يعني تطلع يعني سلايبا وقلنا إن السلايبا دي شبيه شوية بإيه بتركيب الكيميائي للدموع ولكن الموضوع كان أفلمتل ساقسيس شوية يعني ممشيش قوي تمام بعد كده هعمل سكرامنج للبيتوتس سبوتس اللي بتبقى موجودة عندي بشارب سبون وبعد كده هنهنع بإيه بكربوليك أسد بس كده أنا كده خلصت تمام المراجعة أنا رجعت بشكل سريع جدا أي حد مش فاهم أي حجة يرجع للمحاضرة الأساسية وأي حد واع منه أي حجة ومعندوش وقت يرجع للمحاضرة الأساسية ممكن يسألني في الكوميس أو اللي تحت الفيديو وأنا إن شاء الله هرد عليها ربنا يوفقكم إن شاء الله في امتحاناتكم ويوفقنا كمان في امتحاناتنا ادعونا وإن شاء الله ربنا معنا كلنا بوكي ترجمة نانسي قنقر